السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت منا ويلقاكم بصحة وعافية واحوال تامة و بطبيعة الحال مع اخر الاخبار واخر مستجدد اليوم الاخوان غادي نشوفوا كيفاش سقور ديال جزائر منوضين واحد الحرب داخلية يعني بين الكابرانات و لهذا كي حاولوا يجبدوا واحد العدو كلاسيكي اللي هو المغرب وبغيين الحرب يعني بغيين تكون حرب خارجية باش يغطيوا على الحرب الداخلية بقوا معي يا الاخوان شوفوا التفاصيل ديال هاد الموضوع دائما كانت منى منكم انكم تدعمونا بالضغط على زر اعجاب كذلك بالبرتاج والاشتراك وهذا فضلا منكم وليس امرا بالنسبة المتتبعي الاوفياء فكنشكركم بزا في الدعم ديالكم متواصل كنشكركم بزا في التعليق ديالكم الجميلة واللي كتخلي لنا واحد البصمة راقية ودائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائي ولا عزاء للحاقيدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالبة الا الله على بركة الله غدين دخلوا صور بالموضوع وغدين بدأوا باستراليا استراليا كيقول الخبر تعود لاستيراد الفصفات القادم من الصحراء المغربية والبوليزاريو من بالهزيمة هنا اخواني اخواتي هذه مدة ماشي طويلة يعني مدة قليلة كانت نايدة واحد بالبالا نايد واحد الصح في استراليا باسباب الاستيراد الفصفات المغربي البوليزاريو كانوا منوضين قربالا عبر الاتباع ديالهم اللي كانوا في استراليا نظرا انوا دوكسياسين ديالاستراليا حتى هما كيدعموا الاطروحة ديالانفصال وكذلك ما ننسوش ان هناك ديبلوماسية تشيكت والهيبات استراليا وقفت الاستيراد ديال الفصفات من المغرب لأشهر ولكن ها هي رجعت اليوم وضخت واحد الميزانية صحيحة للمملكة المغربية ميزانية قدرها 15 مليون دولار عن طريق شراء 33 طون من الصخور ديال الفصفات من الصحراء المغربية اخدتها عبر سفن لوصلت لاستراليا وتاني عاود البوليزاريو نوضوا واحد بالبالا كذلك ولكن استراليا ما تسوقتش لهم علاش لان مصلحة ديالبلادهم هي الاولى بالتالي الرشاوي ديال كابراناتو ديالبوليزاريو كتمشي في الخوة الخاوي والمغرب دائما ربح ودائما منتصر على الاعداء اما الان غد انتقلوا للموضوع الاخر وهو السلطة الفرنسية كترفض الفكرة ديال الاحتضان المواجهة الوديا بين الجزائر والسويد الشهر المقبل هنا اخواني اخواتي احنا مقبيلين على مباريات لكأس العالم ولكن ولكن الجارة الشرقية ما تقدرش تشوف المغرب وتشوف تونس لعبين لما تشاط وهي تقلس يعني كتحس باللي المنتخب المغربي كهدروفي عبر وسائل الاعلام كذلك المنتخب التونسي اذا الجزائر خاصها تلعب وخاصها تقلب علاش مجموعات اللي تلعب معهم وهنا ملقات غير مجموعة ديال السويد غادي يلعبوا في فرنسا هنا اخواني اخواتي غادي تخرج سلطة الفرنسية وغادي تمن هاد اللقاء لان هاد الايام كان روينا كان مشاكل ما بين فرنسيين وجزائريين وكما كان قلوه اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين يعني كان مشاكل ما بين الفرنسيين والجزائريين علاش لان الجزائر او الجالية الجزائرية بفرنسا درت بزاف ديال الجرائم في فرنسا اغتصابات سرقة لصوص يعني مجموعة ديال مجرمين هما من جالية جزائرية ومقيمين بفرنسا اذا هناك مشاكل ما بين الجالية الجزائرية والفرنسيين بالنسبة للاخوان يعني اللي نوض هاد المشكلة هو القتل والاقتصاب ديال واحدة طفلة فرنسية من قبل يعني جالية جزائرية هنا فرنسا باش تخرجت بعد من الصداع اختصرت يعني هاد المشاكل ومنعات ان تكون هاد المقابلة لان اكيد في هاد المقابلة غد يكونوا التطاحنات غد يكونوا مشاكل ما بين يعني الفرنسيين والجالية الجزائرية وبالتالي خرجت من هاد المشاكل ورفضت الفكرة دي الاحتضاء المواجهة الودية اللي كان ما بين الجزائر والسويد اما الان غد نمرو الموضوع الاخر وهو مهم جدا بحيث اخواني اخواتي الخبر كيقول حصري الجنرال الجزائر السابق بالقصير يطالب بالتبيض ملفاته مقابل عدم نشر اشريطة فيديو والصور وهو تاقتدين الرئيس تبون وش نقريحه وعددا من الجنرالات اخواني اخواتي الجزائر او الكابرانات مهزهم فرحانين بزاف بتنظيم القمة العربية واللي غدي تكون في الجزائر نهار واحد وجوج نوانبير ولكن الفرحة ديالهم مستمرة في ايهانة الجزائر وايهانة الكابرانات ولكن اخواني اخواتي هاد القصة او هاد الحديثة يعني هاد مدة علاش بالضبط حتى الدابة احد فرنسا غد تفجر هاد الفاضيحة اهنا اخواني اخواتي هاد الجنرال خرج واحد الضواسة وخرج يعني فاضيحة من العيار التقيل لش نقريحه وطبون هاد الجنرال بالقصير موالي للقيد صالح هنا تقارير كتقول كتقول بلي القيد صالح مات مقتول صفوها ليه او قتله بحكم ان القيد صالح كان من اقوى رجال الجيش ومكلف انه يجبد التقارير ويملفات ديال الاشخاص من بعد ما مات هاد القيد صالح سمعوا بلي بالقصير غدي تحاكم شنو غدي ديرو خصوم يقتله وخصوم يعني يجبدو عليه الدواسة غدي ينشروا الخبر ديال ان هاد بالقصير غدي تم المحاكمة ديالو نظر لجرائم عديدة وهاد الشي معروف على الكابرانات كيضحيوا بالجنرالات سباشي وهموا الشعب الجزائري باللي هناك قوانا واعداء للجزائر هنا اخواني اخواتي هاد الجنرال غير وصلوا الخبر سمع بلي غدي تحاكم وهو يهرب هرب بالفرنسا واليوم شل واحد الدولة صغيرة الدولة ليهي الفنوات داست مدة وهدي ايام اخواني اخواتي تواصل معهم يعني هاد الجنرال بالقصير تواصل معهم يعني تواصل مع الكابرانات قال لهم عندهم جموعة ديال الاشريطة وهاد الاشريطة هي في فضيحة جنسية فضيحة ملعي يرتقي لديال عبد المجيد وديال شنقريحة قال لهم كذلك بلي عندي ملفات عندي دواسة عليكم كاين دواسة على شنقريحة لا تبوني على ولد شنقريحة لا تبوني على وزارة قال لهم يتعيدون النظام وتردوني الاعتبار ديالي وتسقطوا قاعد الاحكام اللي امتهم انا بها وغادي نعطيكم واحد المهلة يا اما انكم يعني هاد الشي اللي طلبتوا منكم تحققوه واما غادي ننشر هاد الاشريطة الجنسية على نيتان والملفات ويعني بزاف ديال الدواسة اللي مسخين اللي هما يعني ملعي يرتقي هدا هو اخواني اخواتي قد استمر لفضائح ديال كابراناتك وشو هدي الحكام القرار بالجزائر اخواني اخواتي حتى اللي هنا كنكون وصلنا النهاية ديال هاد الفيديو كنتمنى منكم انكم تدعموا هاد القناة بالضغط على الزر اعجاب كذلك بالبرتاج والاشتشتي وهدا فضلا منكم وليس امران بالنسبة المتتبعي الاوفياء فما ننساش انني نشكركم بزاف على الدعم ديالكم المتواصل نشكركم بزاف على التعليق ديالكم سواء في الخاصة او عبر القناة الاحتياطية او القناة الكبرى فشكرا جزيلا لكلام ديالكم الطيب وكلام ديالكم الجميل وجهتكم الله خيرا ودائما احنا يمستمرنا الاخوان في القضية المقدسة عند الشعب المغربي العظيم اللي هي قضية الصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عازاء للحاقدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته